أحبائي عندما تقرأ العهد الجديد أنت تصطدم بشخصية يسوع المتميز الفريد الفذ أنت تصطدم بشخص كامل جداً أنت أمام شخص حقيقي فعلاً كما قال من رآني فقد رأى الآب أنا في الآب والآب فيه والتلاميذ اللي هم يهود لاحظوا هذه الأشياء يعني حافظين العهد القديم وأهم مشكلة بالنسبة لليهود هي مشكلة التجديف والبعد عن الله وعرفوا في العهد القديم أنه سبب السبي سواء الأشوري أو البابلي أو بعد وقت لاحظ هو الابتعاد عن الله أدركوا أهمية هذا الموضوع لكن نرى التلاميذ تشهد عن المسيح واحد يسميه رب المجد وآخر يقول عنه ربنا وإلهنا ومخلصنا واحد آخر يقول إلها مباركا آخر يقول هو هو أمسا واليوم وإلى الأبد والرسول بولوس قال عن يسوع المسيح الذي إذ كان في سورة الله لم يحسب خلصة أن يكون معادلا لله لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس وإذ وجد في الهيئة كإنسان أطاع حتى الموت موت الصليب لذلك رفعه الله وعطاه اسما فوق كل اسم لكي تشثوا باسم يسوع كل ركبة من من في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله فإذا بيتكلم عن يسوع اللي في يوم من الأيام كل ركبة في السماء وعلى الأرض رح تعترف أن يسوع هو رب حياة يسوع كلام يسوع تعليم يسوع قدرة يسوع سلطان يسوع كلها بتعبر عن لهوته لكن ما ننسى شيء آخر اللي بتعبر عن لهوت المسيح المسيح كان يعمل الأعمال الإلهية كان بعلم وكان بيعمل بسلطان سلطان لهوت فائق والشيء اللي بيميز المسيح مش بس أنه صنع أعظم المعجزات بدون حركة بدون تفعيلات بدون طلب طويل بالصلاة كانت المعجزات تلقائية حيث وجد يسوع وجدت المعجزة حول الماء إلى خمر أشبع الآلاف من خمسة أرغفة وسمكتين خلق عينان جديدة للمولود أعمى أقام ألي عازر من الأموات بعد ما أنتن يعني خلق جسد جديد بعد ما أنتن كان له في القبر أربعة أيام هذا السلطان الشيء الجميل أنه قال يسوع دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض فاذهبه أعطى هذا التلاميذ أن يفعلوا أمور مش بس اللي فعلها أمور أعظم وأمور نفس الشيء منشوف أنه بولوس بحطه المنبيل على جسده الناس كانت تبرأ منشوف بوتروس كان بيمشي خياله كان بيشفي الناس وهو أيضا أقام طبثة من الموت المسيح كان بيتكلم بالسلطان تسعة وأربعين مرة قال يسوع المسيح الحق أقول لكم في العهد القديم كانت يعني الكلمة هكذا يقول الرب أما المسيح قال الحق أقول لكم منشوف أنه المسيح مش بس الغافر المسيح الخالق كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان المسيح مش بس الخالق لكن أيضا المسيح يعني كل الكون متماسك بكلمة يسوع المسيح وفيه يقوم الكل فهو الخالق فهو المسيطر وهو المهيمن والماسك على هذا الكون إذا شال بس أصبعوا كل الكواكب وكل هاي الأكوان بتصير بفوضى عارمة شيء آخر اللي بعبر عن لهوت المسيح أنه الكامل البار القدوس المنفصل عن الخطية هو الذي قال من منكم يبكتني على خطية كل موليد المرأة كل المولودين أخطأوا واعترفوا بخطأهم لكن المسيح بلا خطية لم يفعل خطية لم توجد فيه خطية البار القدوس الكامل أخيرا أحبائي عاوز أقول شيء مهم جدا بالنسبة ليسوع المسيح اليوم في كتير ناس بتهاجم هوية المسيح البعض بيقول فيلسوف حكيم نعم صنع أعمال خيرية علم تعاليم جميلة والبعض بيوصف كأنه نبي متميز وطبعا هذا الأمور يعني إطلاقا لا يختص بالعهد الجديد أو ما يقول العهد الجديد عن يسوع المسيح خلينا أقولها من الآخر مش مجرد مدح بهوية يسوع كلمات جميلة وكل هذه الأقوال في شخصية المسيح بتوفي حقه لا السماء ولا الأرض ممكن توفي حق المسيح وهذا لغز وسر من الأسرار اللي هي أن نستوعب يعني لهوت المسيح إحنا عم نتكلم بالأمور اللي اللي الرب أعلنها من خلال الكلمة كلمة الله من خلال إعلانته لكن في الجانب الآخر لالله اللي هو غير مدرك بالعقول البسيطة غير مدرك بحواسنا صعب أن ندرك ونستوعب بالله يعني الفكر الآخر عن الله مهما قلنا فنحن محدودين بالتعبير عن الله قال الكاتب إلى العبرانين الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره الإكسبريشن تعبير عن الله هو في شخص يسوع المسيح تقول لي هو نبي وهو معلم كل هالأشياء الجميلة ممكن لكن المفروض أحبائي إما أن تقبل المسيح أو ترفض المسيح وهذا ما يضع العهد الجديد أمام كل شخص فكل هاي الكلمات الجميلة لا تخلص الإنسان إما أن تقبل المسيح أنه جاء في الجسد وأنه فعلا مات على الصليب وقام من الأموات وأنه صعد إلى السماء حي وأنه سيأتي ثانية إذا بتآمن أنه المسيح مات من أجل خطيئك وقام لأجل تبريرك إما أن تقبله أو ترفض لما بتقبل يسوع المسيح إليك حياة أبدي ومصيرك طبعا في السماء أو ترفض المسيح طبعا بتحصل على الهلاك الأبدي إلى يبد الآبدين في جهنم النار فهذا القرار و هذا الشيء أنت بتختاره اليوم قرارك يحتم مصيرك فالكتاب يضع كل هذا الموضوع في جملة واحدة عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة